الخليفة كان بتكلم على الصفقات وكان بتكلم على عبدالله السعيد طيب إسلام عبدالله السعيد رأيك ممكن يضيف إيه لنادي الزمالك بص الإضافة بتحسب من كذا اتجاه خاصة في الصفقات اللي شبه صفقة عبدالله السعيد أنا فاكر في يوم الأيام صفقة كابتر حسام حسن حصل ضج عليه كبير قوي كان فريق الأحلام كان حسام حسن وبرهيم حسن والكاس ولد عبداللطيف تمر عبدالحميد بس أنا فاكر نفسه زي ما حصلت دلوقتي الناس بتتكلم بشكل إيجابة هتلاقي ناس في النحية التالية بتتكلم بشكل سلبي انت راح تجيب لعيب كبير في السن ولكن خلينا نقول ان الزمالك افتقد دور كابتن الفريق بعد رحيل طريح حابد طبعا وجود شيكابال واحد ومش كفاية أغلب الفرق في العالم كلها كده وجود كابتن واحد بس في الفريق مش كفاية لو راحنا نادي ذات شيلسي راح تعاقد مع لعيب ذات يوجسيل فهو كبير في السن ولكن إضافة عبدالله السعيد مش بس إضافة فنية لأ كمان إضافة مهمة جدا على المستوى القيادي جوه نادي الزمالك الحاجة التانية بقى ان انت روح تتعاقدت مع لعيب في وسط الملعب كلهم صغارين بحزبة الكرة المصرية صغارين بحزبة الكرة التانية برا في أوروبا لعيبها كبيرة إنما كلهم صغارين معندهمش تجارب كبيرة الاحتياجات القوية عندهم مش موجودة خالص فطبيعي ان انت تروح تجيب لعيب ذات عبدالله السعيد عنده من الخبرات اللي يخلي عبدالله السعيد اللي يقدر يضيف بيها اللعابة دي ويقدر يساعدهم في بدايتهم في نادي زي نادي الزمالك الأضافة الفنية طبعا الناس كلها هتتكلم عن عبدالله وإضافته من ناحية التدرق بالكورة وحالة البنى والتمركز بين الخطوط واللين كاب اللي بيعمله والسروباس والشفة لات عبدالله السعيد ولكن في نقطة مهمة جدا موجودة في عبدالله السعيد مش موجودة عند لعيبة تانية كتير عبدالله السعيد بيعود دايما هو عشاف هو عارف ان هو مش أسرح حد ممكن يلعب في المكان بتاعه ولكن الولد عبدالله من الناس اللي هم الأسكية جدا اللي عبوا كورة في مصر الناس قولي لين جدا ان كان عندهم استمرارية في الكورة في مصر ومنهم عبدالله السعيد أو في آخر 20 سنة عبدالله السعيد ممكن زيزو يعني ناس قondeالين جدا اللي كان عندهم استمرار في المكان ده عالم علول بس عالم علول حتى مش مصري ولكن هما ناس قondeالين جدا عندهم استمرار الاستمرارة دالية في إيه إنهما دايما بيستغلوا زكاهم في تطوير بيت الحاجات الناس اللي عندهم يعني مثلا على سبيل المثال عبدالله السعيد السنادي مقدم أداة دفاع السنف هتما أداة دفاع كويس جدا مع بيرامدز الأداة الدفاع احنا ممكن نشوفهم في الصور هنا اللي أنا موجودة هنا ممكن استعرض الصور يعني ده مثلاً صورة في ماتش الزملك وبرامة زفكاس مصر الصورة دي هاجمة لناتز مالك كانت تحول من تحول هجوم ناتز مالك عبدالله السعيد في الصورة قلوا له مش موجود خالص. شوف الناحية هنا محمد حمدي بيدافع الواحدة على الشيكابالة وطالع الناحية الثانية وطالع مع حمزة المسلوسي ممكن نبتشوف في الصورة اللي بعدها سيد نمار معلش. شوف عبدالله السعيد بدأ يظهر في الصورة معاني ما كانش موجود خلص في الصورة اللي فاتة. هنشوف بقى الصورة اللي بعدها. هنا عبدالله السعيد بدأ يروح يغطي واقفل زوايا التمرير على سيد نمار. مش بس عامل مجهود انه يرجع كمان في قصة الضغط. هنشوف بعد الصورة اللي بعد كده. عبدالله السعيد طلع يقابل حمزة المسلوسي عشان حمزة المسلوسي ما يعملش كروس الناها التالي. يعني هو عبدالله السعيد عرف ان هو يطور اداه والدفاعي. اه بالضبط الدفاعي. في منطقة السمراء. اه. يعني من ناحية الزكاء مش المجهود بس. اه. لان المجهود البدني مش كل حاجة. ان انت العيب زكي هتقدر تتغلب على حاجات كتير جدا ومشاكل كبيرة جدا. نكمل ممكن بعد كده. شوف هنا عبدالله السعيد بدأ يطلع مع حمزة المسلوسي عشان حمزة المسلوسي ما يتحركش في المساحة اللي في ظهر مين. الموتش ده عبدالله ما يعمل 120 دقيقة. لا في 120 دقيقة. يعني كان موتش موبر جدا. هنشوف الصورة بعد كده. هنا عبدالله السعيد قفل زوتي التمرير وبالتالي حمزة المسلوسي ما يخدش في المساحة واللي الزمالك عمر السيسي هيستلم الكرة وعبدالله السعيد هو واقف هنا بس مش مش ظاهر في الصورة اكتر ممكن نشوف الصورة بعدها. هنا عمر السيسي شاف سيد نمار في ظهر مين عبدالله السعيد والصورة برضو عبدالله السعيد مش ظاهر فيها. فعمر السيسي بيبص هيحاول يلعب سرو بص في ظهر عبدالله السعيد. هنشوف الصورة بعدها. هنا عمر السيسي لما لقى عبدالله السعيد قفل الزاوية بدأ يغير اتجاهه ويغير السعيد ويعمل روتشن اللي ملعب الناحية التانية خالص. هنشوف ال الناحة الثانية خالص. هنا الكرة واحد. احمد سيد زيزو بيحاولي تارجت. بيحاولي تارجت الكرة في ظهر عبدالله سيد لسيد نمار. هنا عبدالله واقف. قافل المساح على سيد نمار. وفي نفس الوقت مش قافل بس. طول الوقت عبدالله بيسكان عشان يعرف هو واقف صح ولا لأ. ودي من حاجاته القليلة جدا. نتشوف العيد في السنة ده بيعمل حاجات دي. ده مبهر جدا. هنشوف الصلة بعد كده. الكرة راحت لزيزو. وهنا هنا دونجا هيبدأ يعمل ايه؟ هيبدأ يعمل الكروس. شوف بقى الكروس هتلعب. اللي بعدها. ميلي طالع كرة بالهد؟ عبدالله السعيد. عبدالله السعيد عامل موسم مبهر فعلا. فاضافة عبدالله السعيد هكون فنية وممتازة جدا. للزمالك مش بس ان هو لعيب كبير. فالناس بتنتقد الصفقة ان هو مجرد ده لعيب كبير لها يا جماعة. الاضافة بتاعة عبدالله السعيد هتفضل اضافة مهمة جدا. ارقام عبدالله السعيد السنة دي في السن ده لسه ارقام مبهرة بشكل كبير جدا. واحد عنده 38 سنة هو واحد من احسن اللعيب او واحد الفريق بتاعه في الباص في الفاينال سير دي مثلا. بينه وبين الافرج بتاع العيب مركزه في الدور مصري فريق كبير جدا. فاللعيب لا اضافة كبيرة لنات زمك نشك.